السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد فأحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج عندي أسئلة كثيرة في الواقع سأحاول الإختصار قدر المستطاع عندي الأخت أم زبن من السعودية تقول بأن والدتها كانت في الزمان السابق زمن الجهل تسكن مع عائلة والدي وأخ والدي الذي هو حماها كان سيء المعاملة معه وبعد سنوات من سوء المعاملة قالت لها أمها إذا أمرك في جلب الماء ضعي له من بولك في الماء وسوف يكف أذاه عنك تقول والدتي لا أعلم هل أنا عملت ذلك أم لا ولكن إذا عملت ذلك ما الحكم وكيف أكفر عن ذنبي أختي أم زبن بارك الله فيك بالنسبة لما ذكرته الوالدة إن كان لم تقدم على مثل هذا العمل لا شك بأنها لا شيء عليها ولله الحمد والمن أما إذا كانت قد أقدمت على مثل هذا العمل واستمعت إلى نصيحة والدتها فلا شك بأنها ارتكبت ذنبا كبيرا و قبيحا لأن هذا مما تنفر منه النفوس ولا أحد يجهل حرمة مثل هذا العمل و كونك تقولين والله كانت في الزمان السابق زمن الجهل هذا مما هو متقرر طبعا قبل أن يتقرر شرعا بأن هذا ما يجوز و أن هذا ما هو مستقبح و لذلك إذا كانت الوالدة قد أقدمت على مثل هذا العمل تكثر من الاستغفار و طبعا تتوب إلى الله و تكثر من الاستغفار و تتصدر و تدعو لهذا الرجل فسوء المعاملة من قبله تجاهها لا يسوغ لها أن تفعل مثل هذا الفعل القبيح عموما قولي لها إذا ما عملت الحمد لله و إذا عملت تقول أستغفر الله و أتوب إليه و تندم و تحاول أن تدعو لهذا الإنسان أن الله يغفر له و أن الله مغفر لي و له و تتصدق عنه و إن شاء الله يكفر الله عز وجل عنها ما صدر منها إن كان محمد من بلجيكا يقول أختي توفيت و تركت ذهب و أنا كنت و قد اشتريت لها من مالي هل الذهب الآن ملك لها و للورثة أم أنه يرجع إلي محمد من بلجيكا بارك الله فيك و رضي الله عنك بالنسبة لما ذكرت من الذهب الذي خلفته أختك و أنت و أختك و أنت تقول بأنك كنت قد اشتريت لها الذهب إن كان قد اشتريت لها من باب الهدية و قبضته فليس لك شيء فيه و إنما هذا مال الورثة هذا مال الورثة أما إذا كنت اشتريت الذهب و أعرتها أي إعارة أو شيء من هذا القبيل نعم يرجع لك لكن ظاهر سؤالك أنك اشتريت الذهب لأختك من باب التحبب و التودد و صلة الرحم فهذا لها و إذا ماتت فلي الورثة بارك الله فيك أمت الله من العراق تقول عندما أدخل الحمام تكون نعل داخل الحمام واحدة هل أدخل بالرجل اليمنى أم بالرجل اليسرى أخت أمت الله بارك الله فيك من العراق بالنسبة للمسلم إذا أراد أن يدخل الحمام فإنه يدخله برجله اليسرى عكس مسجد و نعل عكس مسجد و نعل فالمسجد ندخل فيه في اليمنى و لبس النعال يعني نلبسها باليمنى أنت تقولين الآن النعال تكون داخل أيهما أقدم تقدمين اليسرى و تضع رجلك على النعل اليسرى ثم تلبسين اليمنى و تلبسين الرجل اليسرى و لو دخلت بقدميكي و الحمام طاهر ما عليك شيء ولله الحمد لأن الحمام ليس نجس الحمام يتنجس بوجود النجاس أما الأصل هو يعني غرفة عادية تتنجس بوجود النجاس فلو دخلت بقدميكي ثم لبست النعل برجل اليمنى ثم اليسرى هذا هو الأصل لكن تدخلين باليسرى تقولين صعب و كذا ضعي رجلك اليسرى على القدم على النعل اليسار ثم البس اليمنى و تدخلين بمثل هذه الطريق أم هشام من العراق تقول نحن في التسعينيات كان علينا حصار و لم نستطع ذبح العقائق أو العقيق لأطفالنا الآن منهم من تزوج و لم تكن الحال قبل ذلك ميسورة ما العمل في مثل هذه الحالة أختي بارك الله فيك من العراق أم هشام أسأل الله تعالى أن يبارك فيك بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة و هي حق للمولود على والده و من تركها أو مثلا صعب عليه ذبح العقيقة لعدم وجود قدرة مالية يذبحها بعد ذلك حتى لو كبروا الأولاد على الراجح من أقوال أهل العلم لأن هناك من العلماء من يذهب إلى أن حد العقيقة البلوغ فإذا بلغ الولد سواء كان ذكر أو أنثى انتهى وقت العقيق لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقتي قالوا الغلام الذي لم يبلغ و بعض العلماء قالوا لا العقيقة باقية حتى لو هو ذبح عن نفسه مثلا إذا كبر فإذا أحببتم أن تذبحوا الآن فطيب عبد العزيز من السعودي يسأل يقول هل يأثم من نام بعضا من نام بعد صلاة الفجر مباشرة عبد العزيز بارك الله فيك بالنسبة للنوم بعد صلاة الفجر مباشرة لا يأثم الإنسان وإنما على الإباحة على الإباحة فأهم شيء أن تصلي الفجر كونك تبقى بعد ذلك أو تنام أو شيء من هذا القبيل هذا راجع لك لكن هنا مسألة وهي هل الآن إذا نمت بعد صلاة الفجر تفوت عليك مصالح دنيوية مثلا أو مصالح دينية مثلا فإذا قلت لي لا ما تفوت أنا متقاعد مثلا أو أنا مثلا ليس عندي عمل أو أنا مثلا عملي يبدأ ضحى مثلا ما في حرج عليك ولله الحمد أما إذا كان لا يفوت عليك مصالح فكره هذا العلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بورك لأمتي في بكورها بورك لأمتي في بكورها فلو نمت بعد صلاة الفجر ما عليك شيء ولله الحمد والمنة بشرة من فرنسا بارك الله فيك يا أختي بشرة ورضي الله عنك رسالتك طبعا طويلة ومشكلتك عويصة ما أستطيع أذكرها وفيها صعوبة حقيقة بالنسبة لزوجك الذي يمارس معك هذه الممارسات الخشنة والغليظة والقاسية وهذا السحق وهذا الإبعاد ورغم يعني لدرجة أن بشرة تريد أن تعطيه كليتها لأنه مريض ومع ذلك يعاملها بقسوة أخت الفاضلة شاوري أهلك ارجعي لوالديك لإخوانك شاوريهم في هذا الأمر أخبريهم استكتامك لهذا الأمر ما يصرح يا أختي بشرة أنت استكتمت على أمر غير جيد ولذلك أخبري أهلك في قضية بقائك معه أو في راقك عن هذا الرجل السيء الذي يمارس معك هذه الممارسات المغلوطة والخاطئة والتي تعد حقيقة ذنب عظيم وعجيب يعني أنت تشكرين على هذا الصبر حساب الأجر لا ومع ذلك تحسنين إليه وهو يسيء إليك بصورة بشعة جدا يعني الأخت بشرة حتى قضية كليتها تريد أن تعطيها إياه ومع ذلك متى فقط من الناحية الطبية ومع ذلك يسيء إليه أخت الفاضلة نصيحتي لك اجتمعي بوالديك بإخوانك واذكري لهم القصة المأساوية التي تعيشينها أنت وشوفي ما هو الحل عندهم والله يصبرك ويثيبك على صبرك أم أحمد من فرنسا تسأل تقول هل المرأة المطلقة لازم عليها رجوع إلى بيتها بيت أبيها بعد طلاقها وعندها بنت صغيرة أختي أم أحمد بارك الله فيك بالنسبة للمطلقة على نوعين مطلقة رجعية ومطلقة بائن أما المطلقة الرجعية فلا تخرج من بيت زوجها لأن الله تعالى نهى عن ذلك حينما قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبين فأنت تبقين زوجها مدة العدة فإذا انتهت العدة أصبحت بائن بيننا صغيرة طيب ما الذي للبائن البائن ليس لها شيء إلا إذا كانت حاملا أو عندها ولد فتكون النفق على الحمل وعلى الولد ومن أهل العلم أن يذهب إلى أن يجب على زوجها أن يسكينها يجب على زوجي أن يسكينها وطبعا القول الآخر قالوا بأن البائن ليس لها نفق ولا سكنة إلا الحامل استثنوها لأجل الحمل عموما أختي الفاضلة إذا كنت مطلقة طلاق رجعي تبقين في بيت زوجك مدة العدة إذا خرجت العدة أصبح تباء بيننا صغرى يلزم زوجك أن ينفق على ابنتك الإنفاق هذا إما يكون بوضعك في سكن مستقل إما أن يكون أيضا في مسألة استئجار لك مثلا أو إعطائك نفقة معينة تعينك على استئجار سكن وكذلك الإنفاق على ابنتك أم أويس من البحرين تقول عندي مال من عملة غير عملة البلد اللي يعيش فيه جماعة وما أصرف منه إلا إذا رحت لبلد نفس العملة وهو كثير يبلغ النصاب وقد حال عليه الحول هل فيه زكاة أختي أم أويس بارك الله فيك نعم عليك فيه زكاة فقضية والله اختلاف العملة ما يعني بأن الزكاة تكون من عملة واحدة عملة إسلامية أو العربية اللي عنده دولارات يزكي اللي عنده أورو يزكي اللي عنده ربيات يزكي اللي عنده فرنك يزكي مثلا وهكذا فالمقصود يا أختي الفاضل الله يبارك فيك هذا المال اللي عندك سواء كان بعملة البلد أو بأي عملة أخرى إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب عليك أن تخرجي زكاة أمت الله من العراق تقول والدتي عندها علاج وهذا العلاج ما تستطيع الصيام معه لكن هذا العلاج فقط لعشرة أيام خاصة في رمضان ما استطاعت وبعد ذلك صامت هل تقضي هذه الأيام أم تطعم معها فقط أختي الفاضلة بارك الله فيك آمت الله من العراق الواجب على الوالدة أن تقضي العشرة أيام لأن هذا العلاج في الفترة المرضية التي أخذت فيه هذا العلاج منعها من الصيام إذن هي مريضة والله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فالآن تقضي العشرة أيام اللي أفطرتها في رمضان وليس عليها إلا القضاء ما عليها الإطعام الإطعام متى؟ الإطعام إذا عجزت عجزا كاملا بحيث الآن خرج رمضان ولا تستطيع الصوم والأطب منعوها من الصيام تنتقل إلى الإطعام الإطعام أيضا يكون عندما يدخل عليها رمضان الثاني وهي ما صامت العشرة أيام تساهلا وتهاونا نقول لا يجب عليك أن تصومي وأن تطعمي عن كل يوم مسكين بارك الله فيك أمت الله من الشارقة تقول أريد أسأل بخصوص الأب هل يجوز له أن يغير حفظات ابنته الرضيعة؟ أخت الفاضلة الجواب نعم الجواب نعم يجوز رخص الفقهة للأب أن يطلع على عورة ابنته الصغيرة فإذا كانت رضيعة وليس ثم من يقوم عليها فلا بأس للأب أن يغير حفظات ابنته الرضيعة أم أحمد من السعودية تقول عندي ولد أختي عمره 18 سنة دعس أخته في السيارة وكان عمرها سنتين وماتت لكن من دون قصد ماذا على هذا الولد وحينما دعس البنت هذه دعسها من دون قصد أختي أم أحمد من السعودية بارك الله فيك بالنسبة لهذا الولد لما كان عمره 18 عاما كان بالغا ولذلك دعسه لأخته يكون من قتل الخطأ من القتل الخطأ وقتل الخطأ فيه أمران الأمر الأول الدية الدية يدفعها لوالديه دية كاملة لأنها طفل عمره سنتين ولا يرث منها شيء وهو محجوب بالأب على الراجح والأمر الثاني عليه الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين فأخبره أخت الفاضل أن يصوم شهرين متتابعين لأنه ليس هناك رقاب وإذا كان الأم والأب أسقطوا عنه الدية فالحمد لله هذا راجع لهم لكن بالنسبة له هو يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين وهذا حق الله عز وجل لأنه أزهق نفسا خطأ أم مشعل من اليمن تقول له هل يجوز قراءة القرآن من الموبايل والدورة علي وهل يجوز لو سمعت القرآن وردت معه وعلي الدورة أم مشعل من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة للمرأة الحائط تمتنع عن قراءة القرآن إلا إذا احتاجت إليه فإذا احتاجت إليه لا بأس كانت تكون معلمة أو طالبة أو محفظة أو إمرأة تختم باستمرار وطالت عدة وطال حيضها أو عادتها طال فيجوز لها في مثل هذه الحالة أن تقرأ من دون أن تلمس القرآن ولكن ممكن أن تقرأ مثل ما ذكرت من المحمول لا بأس لو قرأت من المحمول أم عبد الله من أبوظبي تقول يعني إذا كان عندنا في المنزل قطاوة ومزعجتنا يعني طلبت من جهة من الجهات وهم المسؤولين عن نقلهم من المنازل إلى مكان آخر وتقول أخذوهم وما أعرف وين ودوهم أنا ضميري تعبان هل علي شيء؟ يا أم عبد الله بارك الله فيك ما عليك شيء ولله الحمد والمنة وليرتاح ضميرك عندك يعني قطط مزعجة ومؤذية وطلبت من الجهة أن ينقلونها يعني بالنسبة لهذه الجهة ستكون بهذه القطط بيد أمينة لأنهم يستخدمونها يعني يأخذونها ويضعونها في أماكن مناسبة لها فما في داعي إلى القلق أنت ما فعلت شيء خطأ ولا فعلت ذنب حتى تقولوا والله أنا ضميري أن نبني لا لا ما عليك شيء ولله الحمد والمنة أحمد جمعان من رأس الخيمة يقول عملت عمرة عن نفسي ثم ذهبت إلى المدينة بقصد عمل عمرة عن عمي المتوفى هل يجوز؟ نعم يا أحمد جمعان من رأس الخيمة يجوز ما دم أنك سافرت مسافة قصر روحت من مكة إلى المدينة و أتيت بعمرة من هناك فإنك سافرت مسافة قصر لا حرج عليك في مثل هذه الصورة بارك الله فيك عندي الأخت أم محمد من العراق تقول عندي والدي توفي قبل أشهر و كان مريض يعاني من فقرات الظهر و الركبتين و عندما يتوضى يتوضى هو بنفسه إلا أنه يصعب عليه غسر رجليه فكنت أنا أغسر رجليه و أنا بنته هل هذا صحيح؟ وهل وضوء صحيح؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك نعم يا أختي من العراق نعم ما في بأس بارك الله فيك بالنسبة للمتوضع يجوز أن يستعين بغيره يجوز أن يستعين بغيره سواء بصب الماء أو بغسل بعض الأعضاء مثل القدمين فما دام أنه حاضر و قد نوى ذلك و أنت ساعدتي في غسل القدمين لعجزه عن غسلهما وضوء الصحيح و فعلك الصحيح و لا ينتقذ الوضوء كونك أنت بنته و مستي قدميه و لله الحمد و ألمنه أم مهند من السعودية تقول أنا نويت أصوم ستة من شواله في أحد الأيام بعد الفجر أفطرت و سمعت أحد الناس يقول أن من نوى صيامة أحد الأيام و أفطر أصبح عليه قضاء ذلك اليوم تقول ما حكم هذا أختي أم مهند بارك الله فيك صحيح ذكر هذا بعض الفقهة على أن من نوى من الليل أن يصوم صوماً معيناً للنفل و أفطر فيه يقالوا يقضيه لكن الراجح بأن هذا لا يلزم و ذلك لقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء أصام و إن شاء أفطر و العلماء يقولون يجوز الخروج من العبادة النافلة يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها و صوم النفل نافلة سواء كان معيناً كيوم عرفة أو يوم الاثنين أو يوم الخميس مثلاً أو يوم عاشورة معين أو مطلق أن يصوم مثلاً صوماً مطلقاً يجوز له أن يخرج منه ولا شيء عليه ولله الحمد و المن لكن إذا كان صوم فرض لا مثل رمضان أو القضاء أو الكفارة أو النذر لا ما يجوز يجب على المسلم أن يستمر في الصيام الأخت راجية الجنة من السعودية تقول بالنسبة لصلاة أرحام الأعمام و العمات للمرأة المتزوجة التي لا يحب زوجها أن تصلهم لسوء أخلاقهم و صلاطة لسانهم و يحبون الإختلاط و الأسوأ أن اثنين من أعمامي تحرشوا فيني و أنا صغيرة و لم أخبر زوجي بذلك كل ما سمعت حديث عن صلة الرحم و جعني قلبي أريد نصيحتك أنا مقاطعتهم من خمسة عشر سنة و لا أراسلهم و لا بالمناسبات ما العمل أخت الفاضلة بارك الله فيك راجية الجنة بالنسبة للأرحام السيئين القبيحين الذين يتحرشون مثلا بالإناث و عندهم مثل هذا الشذوذ و هذا الانحراف هذا أولا لا خير فيه و يجب عليك أن تقطع صلتك بهم فلا يجوز للمرأة أن تتساهل تحت ضغط و الله أنا من باب صلة الرحم الشريعة فيها توازن و لله الحمد الشريعة لما دعت إلى صلة الرحم الرحم المحترمين الرحم الأمناء الرحم اللي يخافون الله عز و جل أما عندك عم و أعمام يتحرشون بالبنات أو يعني يتعاطون المخدرات أولا لا خير فيهم لا خير فيهم و لذلك ابتعدي عنهم فبعض الناس الأسف الشديد يفهم بعض الأحاديث غلط الرحم السيء هذا لا خير فيه يجب على الإنسان أن يبتعد عنه إلا إذا كان عنده سلطة و قدرة على إصلاحهم و قصرهم على الحق و توجيههم أما أنت إمرأة حافظي على بيتك حافظي على زوجك اكتمي هذا الأمر الذي تعرضت له خلال طفولتك ابتعدي عن هؤلاء حاولي أن تتواصلي مع الرحم المحترمين الأرحم المحترمين الطيبين الصالحين الذين يخافون الله عز وجل أما قضية والله عندك أعمام يعني و العياد بالله يمارسون مثل هذه الأمور عندهم شذوذ سليطين يعني سيئين غير أسوية لا لا يا أخت الفاضلة قد تأثمين في صلتك لمثل هذا الجنس من الناس إلا إذا كان عندك قدرة على إصلاحهم و توجيههم و يستمعون منك و ما أعتقد أنك في مثل هذه الحالة الأخت أمراشد من إيران تقول بالنسبة للصيام الخميس و الاثنين أيهم أفضل هم ولا ليالي البيض أختي أمراشد من إيران بارك الله فيك و رضي الله عنك بالنسبة لصوم الاثنين حث عليه النبي عليه الصلاة و السلام و لما سئل عن ذلك قال ذاك يوم ولدت فيه و حث على الصيام يوم الخميس و لما سئل عن ذلك قال ترفع الأعمال إلى الله في يوم الخميس و بالنسبة للأيام البيض الثلاثة أيضا مما حث عليه النبي عليه السلام و هي صيام الدهر فإذا قلتي لي أيهما أفضل لا شك بأن الاثنين و الخميس لماذا؟ لأنك ستصومين ثلاثة أيام في الشهر و زيادة ستصومين ثمانية أيام في الشهر يعني إذا صمت كل أسبوع يومين لاثنين و الخميس ستصومين في الشهر ثمانية أيام فيدخل فيه الأيام الثلاثة البيض على قول من يذهب إلى أن صيام ثلاثة أيام من الشهر سواء كانت الأيام هذه الثلاثة عشر و خمسة عشر أو غيرها فاحرصي على هذا يا أم راشد بارك الله فيكي الأخ أبو أحمد من هولندا يسأل عن الصلاة على المنتهر يقول وهال يدفن في مقابر المسلمين و ذكر طبعا قصة اثنين انتحروا للأسف الشديد يقول طيب و إذا انتحروا و إذا أردنا أن ندفنهم يقول عندنا البلدية تحرقهم و يعني شيء من هذا القبيل هل نسلمهم للبلدية أخوي الفاضل أبو أحمد من هولندا بالنسبة للمسلم إذا انتحر فإن هذا لا يكون سبب من أسباب كفره و إنما هذا كبير من كبائر الذنوب فالمسلم المنتحر يبقى مسلما و لله الحمد لكنه مرتكب لكبير من كبائر الذنوب و عظيما من عظائم الآثام فالله جل وعلا قال وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا و النبي عليه الصلاة و السلام بيّن بأن المنتحر يعذب بنفس الأدال التي انتحر فيها في نار جهنم إن كان سمّا تحسا في النار إن كان أطرق على نفسه رصاصة و إلا ضرب نفسه بحديدة في النار إن كان تردى من شاهق ففي النار من جبال جهنم يتردى و العياذ بالله لكن إذا كان من أهل التوحيد و ما عنده الشرك و لا عنده كذا فلا يخلد في النار و إنما يخرج إلى الجنة بعدما يأخذ جزاءه من العذاب و أما قضية تسليم للبلدية للحرق هذا لا يجوز و حرام و لذلك المنتحر المسلم تسعون سعي شديد في محاولة إنقاذ من الحرق في المحرقة الموتى و لو بذلتم المان حتى تدفنونه في تشترون له قبرا أو تنقلونه إلى بلده كان واجبا عليكم بارك الله فيك سلطان النقبي من عمان يقول كنت أتسحر في رمضان و أثناء سحوري كنت أمضى تمرة فسمعت الأذان فأخرجت التمرة من فمي و شربت الماء هل صومي في ذلك اليوم صحيح أم ماذا أخوي سلطان بارك الله فيك نعم صومك صحيح و لله الحمد و المنة و لا تقلق في هذا صومك صحيح يا أخي الفاضل و لأن الأذان الآن يعني الفترة ماضي و يقدم دقيقتين و أنت أخرجت التمرة و شربت ماء من باب أنك تنظف فمك ما عليك شيء و لله الحمد و المنة سعاد من ليبيا تقول إذا كان هذا السنة لا يكون هناك حج بالنسبة يوم عرفة هل يعني يشرأ الصيام يوم عرفة سعاد بارك الله فيك و رضي الله عنك أبشرك الحمد لله في حج السنة لكن حج بعداد محددة جمعا بين المقاصد الشرعية و المصالح البشرية جزاهم الله خير و بارك الله فيهم و في أعمالهم بالنسبة لصيام يوم عرفة ما لا علاقة بالحج الله يرضى عليك أصلا صيام يوم عرفة لمن لغير الحاج صيام يوم عرفة لغير الحاج و الحاج يكرى عليه أن يصوم يوم عرفة أم ياسر من الإمارات تقول عندنا حرمة توفي زوجها و هي حامل بالشهر الثاني و قالوا لها ما تطلعين من العدة حتى يعني تلدين هل هذا الكلام صحيح نعم يا أختي أم ياسر هذا الكلام صحيح هذا الكلام صحيح فالمرأة الحامل سواء المرأة الحامل عدتها بوضع الحمل سواء كانت الفرقة بينها و بين زوجها بوفاة أو بطلاق بوفاة أو بطلاق أو بخلع مثلا أو بأي شيء من أنواع الفرقة و لذلك الله جل وعلا ماذا قال في القرآن و أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن و هذا يشمل المتوفة عنها زوجها و يشمل أيضا المطلقة و يشمل أيضا حتى المطلقة الرجعية لو أن رجلا طلق امرأته و يحامل طلاق رجعي فلو وضعت في نفس اليوم خرجت من العدة خرجت من العدة إذا كان بعده الطلاق فاللي قالوه نعم صحيح بارك الله فيك سالم من الشارق يقول أنا رجل مسن و عايش لوحدي و أشغل القرآن و أسمعه و في نفس الوقت أقوم بالتسميح و الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و الاستغفار و الأذكار و كنت حافظ أجزاء كثيرة من القرآن بسبب المرض النفسي صار عندي خلل في الحفظ السور و أيضا قراءة القرآن من الموبايل يعني يقول فقط بصر عيني اليسرى و عاني من ضعف شديد في بصر عيني اليمنى إضاءة الجوال تساعدني في القراءة يقول لذلك أقرأ من المحمول ما الحكم في مثل هذا أخوي سالم من الشارق أبارك الله فيك و رضي الله عنك أسأل الله تعالى أن يحفظك و أن يكتب أجرك و أن يتقبل منك هذه الأعمال الصالحة أعمال صالحة و طيبة قراءتك القرآن من المحمول بسبب الإضاءة ما في شيء و لله الحمد نحن نقول يا أخوي سالم اللي ما عنده مشكلة يقرأ من المحمول من الكمبيوتر ما في شيء و لله الحمد فكون عندك كونك تعاني إشكالات في العين في البصر فما في بأس لو قرأت من المحمول بارك الله فيك و يبقى الله يحفظك ما يتعلق بقضية استماعك للقرآن و اشتغالك بعبادة أخرى الأصل أن الإنسان إذا شغل القرآن يستمع إليه استماع عبادة فإذا كنت أصلا أنت شغلت القرآن حتى تستمع إليه استماع عبادة لا ما تشتغل بغيره إلا في يعني الفصل مثلا في الوقت مثلا إذا كان في فراغ عند القارة و لذلك أخي الفاضل بارك الله فيك تستمع إليه و تترك مثلا التسبيح حتى ينتهي فإذا انتهى تستغفر و تسبح و كذا تقول لا والله أنا متعود خلاص ما في بأس لكن بشاطة أن تعلم بأن الأجر ينقص من سماعك لقراءة القرآن فسيضعف أحد الاتصالين اتصالك بالقرآن أو اتصالك بالتسبيح و الذكر الآخر فاستمع القرآن و بعدين أكثر من الاستغفار و الذكر تقول ممكن يعني بممكن لكن لابد أن تعلم بأن سيكون الأجر على قدر ما يحصل لك من فهم من القرآن أم أحمد من إيران طبعا أم أحمد تقول بأنك جاوبتني على سؤال سابق وتسأل هي عن موضوع أختها تقول بأن يعني ارتاحت الحمد لله نفسيا لكن ظلت تفكر مسألة الصلاة والصوم هذه السنوات الطويلة و يعني العمر الذي مضى وتريد مثلا يعني ماذا عليه أختي أم أحمد بارك الله فيك يعني اللي ذكرناه في جوابنا السابق أعتقد فيه كفاية فيه كفاية يعني أنت الآن تقول ارتاحت طيب لماذا الآن سألتي وتريدين ماذا تعمل أخبرناك ما مضى مضى من تركها للصلاوات و يعني من تفريطها و الحمد لله ما كانت سيئة و إنما كان عندها فقط تساهل فالحمد لله يعني الآن تستقبل حياة جديدة و جميلة و رائعة من خلال اشغال وقتها بالعبادة و الطاعة و الذكر و الاستغفار و الصدقة و الإحسان إلى الآخرين هذا الذي عليها بارك الله فيك لينا من اليمن تقول تقدم لي قبل سنة شخص للزواج و رفضت برغم أني أريد أتزوج لكن ما أدري لماذا رفضت الآن نادمة هل هذا الشخص ليس من نصيبي و هل الزواج مقدر مثل الموت و كان بعض الناس يلوموني أني رفضت لينا بارك الله فيك طبعا يعني رفضك إذا كان لغيري سبب لا شك بأن طبيعي أنك ستندمين طبيعي جدا أنك ستندمين إذا كان من غير سبب و لا تعقل و لا دراسة و لا استخارة هكذا فقط رفضتي و أنت راغبة في الزواج و فاتك هذا الرجل تندمين طبيعي و لذلك مسألة الآن رابط هذا بالقدر حتى أنك والله تقول لا الحمد لله أنا كذا غير صحيح هو كل شي قدر كل شي مقدر لكن هذا بفعلك أنت أنت اللي فعلت هذا و لذلك لومي نفسك لومي نفسك عموما النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فترة في الأرض و فساد عريض الآن عندك يعني أكثر من خطوة إذا كان بالإمكان هذا الرجل الذي جاء قبل سنة يعيد الكرة و يوحى إليه مثلا و يشار إليه و يبعث له شخص والله البنت الآن صار عنده استعداد و ممكن أنه يحاول يعيد الكرة من جديد طيب هذا سبب من الأسباب إذا الرجل تزوج و شاف طريقة ما في بأس أنك يعني إذا جاءك رجل آخر يعني صاحب دين و خلق أنك تقبلين مباشرة بارك الله فيك و رضي عنك عائشة من أسبانيا تقول فيما يتعلق بسورة البقرة الذي يقرأ البقرة دائما لطرد الجن و غير ذلك إذا قرأتها خارج المنزل هل لي نفس التأثير داخل المنزل و إذا قرأتها بصوت عالي أو منخفض هل هو نفس الشيء؟ عائشة من أسبانيا بارك الله فيك أولا بالنسبة لسورة البقرة سورة عظيمة و رد في فضلها آثار كثيرا منها قول النبي عليه الصلاة و السلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة و تركها حسرة و لا تستطيعها البطلة قال عليه الصلاة و السلام البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه الشيطان لا يقربه شيطان و بالنسبة لك تقرأينا بصوت عالي أو مرتفع ما دمت في محيط المسجد و عندك محارمك و زوجك مثلا ما في بأس و لله الحمد و المنة لكن إن كان هناك أجنبي مثلا في البيت لا تقرأينا بصوت منخفض و بركتها على الإنسان و بركتها على البيت و أيضا خارج البيت بالنسبة لما يخص الإنسان ذاته لا تستطيعها البطلة و لذلك قرأيها أخت الفاضلة فهي بركة في البيت و خارج البيت أم يعقوب من السعودية تقول طلبت من موقع مشتريات و بس ما دفعت و لما جتني الشحنة قال لي المندوب أن الطلبية هذه مدفوعة قلت رأي أنا ما حاسبت عليها قال هذه مسجلة عندي أنها مدفوعة يا شيخ استلمتها و صبرت كذا يوم و قلت يمكن أن يتصلون أو شيء ما اتصلوا ماذا علي أم أخت الفاضلة أم يعقوب ما عليك شيء و لله الحمد هذه هدية من الهدايا أكيد في شخص عزيز عليك و حب أنه يهديك لكن ما يريد أن يفصح عن اسمه ولا عن شخصيته هو أرسلك و هذا موجود يعني كثير عند الناس موجود يا أخت الفاضلة كثير من الناس الآن تأتيهم هدايا يقول الله مسجلة من اللي دفع ما عندنا أوامر بأننا ما نخبر هذا تحبب وتودد أو رغبة في الصدقة و رغبة في الخير فما في شيء بارك الله فيك يا أخت الفاضلة و لذلك ما عليك شيء أنت ما عليك شيء و لله الحمد و هذا حلال لك عائشة من موريتانيا تقول امرأة تصلي مع إمام مسجد قريب منها و تسمع عبر مكبرات الصوت هل تجد 27 درجة مثل أجر الرجل عائشة من موريتانيا بارك الله فيك أولا بالنسبة لصلاة المرأة في بيتها مع المسجد القريب الملاصق لبيتها الملاصق لبيتها و ترى يعني المأمومين أو تسمع صوت الإمام فقط محل خلاف بين العلماء و الذي يظهر و الله أعلم أنه لا تفعل هذا الشيء لا تفعل هذا الشيء لأن زوجات النبي عليه الصلاة و السلام بيوتهن ملاصقة لمسجد النبي عليه الصلاة و السلام و في حدود اطلاع علمي أنه ما كنا يتابعنا النبي سلم في البيت و إنما كنا يحضرنا في المسجد و النبي عليه الصلاة و السلام جعل صفوف النساء في آخر المصليين يحضرن معه في آخر الصفوف في آخر الصفوف و لذلك ابتعدي عن هذا قولي لها تبتعد عن هذا هذا و أتكلم على المسجد الملاصق أما المسجد البعيد اللي تسمع فقط الصوت من خلال السماعات لا لا وإنما الكلام على مسألة البيت القريب الملاصق للمسجد عفواً القريب الملاصق لبيتها هذه مسألة خلافية و الراجح بأن لا تتابعهم بمثل هذه الطريق أم رافت من الأردن تقول أنا أرمى لو عندي ثنين من الأولاد مغلبيني على صلاة العشاء أذكرهم أكثر من ثلاثين مرة ما يسمعوا ما يردوا واحد عمره 16 والثاني عمره 13 تقول أنا أنقهر كثيراً أنه ما يردون علي أوقات بدعي عليهم من قهري منهم ماذا أعمل في مثل هذه الحالة أم رافت بارك الله فيك و رضي الله عنك وأصلح الله لك النية و الذرية كيف تدعين على أولادك ما يجوز يا أخت الفاضلة ادعي لهم ما تدعين عليهم النبي عليه الصلاة و السلام قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم و حذر النبي عليه الصلاة و السلام من الدعوة على الأولاد و بيّن بأن الدعاء الوالد على ولدي مستجاب إذا وافق ساعة إجابة كيف الآن حالتك لا قدر الله لو أن الله استجاب لك دعائك عليهم مثلاً بالمرض و إلا بالموت و إلا بالهلاك و إلا شيء ستأكلين عمرك تندمين الندم الشديد فاتق الله يا أخت الفاضلة ادعي لهم الهداية مو بيدك بيد الله عز وجل إن عليك إلا البلاغ أنت ما عليك إلا البلاغ و النصيحة و الإرشاد و التحبب و التودد لهم ترطف معهم الأولاد هؤلاء جلسوا معهم جلسة بعدما يصحوا من النوم قولوا لهم أنا أحبكم أخاف عليكم من النار أخاف أن الله يسلط عليكم شيء أنتم قرة عيني أنا ما أقدر أشوفكم تتساهلون بأوامر الله و أصبر و أسكت يعني أنتم تحبون إغضابي تحبون زعالي تحبون حزني استنطقيهم بهذا الكلام طيب إذا كنتم ما تحبون هذا كيف تحبون مثلاً كيف ترضون بأن الله عز وجل يغضب عليكم في مسلم يرضى بأن الله يغضب عليه يعني قصدي أنا حوار يصير حوار بينكم و بينهم صغار 16 و 13 يحتاجون منك مثل هذا النوع من الخطاب النوع من الحوار و بإذن الله دعائك خاصة في السجود أن الله يصلحهم ستجدين صلاحهم و بإذن الله يذيقك الله عز وجل بركة صلاحي ما دمت أنك صالحة أنت و الحمد لله من أهل الصلاح ستجدين إن شاء الله صلاحهم تذوقين بركة هذا الصلاح لأن الله تعالى قال و كان أبوهما صالح أم أحمد من مصر تقول هل الإنسان لما يتوفاه الله عز وجل و هو في القبر يقوم ثلاث مرات و لما يقوم يوقف الدماغ و تخبط ساعته و يعرف أنه متوفي أم أحمد من مصر بارك الله فيك ما عندنا شيء هذه الأشياء يا أختي أم أحمد هذه من الغيب صح ولا لا هذه أمور غيبية طيب الأمور الغيبية من وين نعتمد عليها من الله أو من النبي عليه الصلاة و السلام من الله في القرآن و من النبي صلى الله عليه وسلم من السنة لأن الله يوحي إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب قل لا يعلم من في السماوات و الأرض الغيبة إلا الله قل جل و عَعَلَ عن نبيه و لو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير و ما مسني السوء فالله عز وجل يوحي إليه بأمور الغيب الآن القبر نعيم و العذاب و حالة الإنسان غيب طيب كيف نعرف مثل هذه الشغلات من القرآن و السنة ما عندنا لا في القرآن و لا في السنة أن الميت في قبره يقوم ثلاث مرات و مرة يخبط راسه و مرة يعرف بعد ذلك بأنه فعلا الآن مات هذا كله غير صحيح يا أخت الفاضلة و حاولوا يا إخواني و أخواتي أنكم تطهرون قلوبكم و عقولكم و أدمغتكم و عقيدتكم من هذه الخرافات و الخزعبلات اللي للأسف الشديد يعني أحيانا تأتي من ديانات أخرى أو من شيء فتدخل على بعض المسلمين الميت النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه بمجرد أن يوضع في القبر يأتيه ملكان فيجلسانه و يسألانه من ربك ما دينك من هذا الرجل الذي بعث فيك و في لفظ من نبيك و إنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين من وين عرفنا بأن الميت ساعة إيقاظه عفوا ساعة إجلاسه من الملكين يسمع قرع النعال اللي دفنوه من الحديث طيب النبي السلام من وين جابه من الله لأنه وحي أوحى الله عز وجل إليه ما سوى ذلك ما عندنا شيء عندنا آيات و أحاديث على أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران عند الأخ أبو رياض من السعودية يقول لي ابن يصلي الفرض و الحمد لكن مقصر في أداء السنن خاصة صلاة الفجر التي تؤدى قبل الفرض مما جعلني أخذ رأي فضيلتكم في ذلك لإقناعه أخي أبو رياض بارك الله فيك و أصرح الله لك النية و الذرية و أصرح الله أولادك و أصرح الله أولاد جميع المسلمين طيب أن الولد ما شاء الله يحافظ على الصلوات يعني دلالة على حسن تربيتك لي و على أنه عندها أصل الخير يبقى قضية أنك الآن تقنع بقضية السنن و أن هذه السنن تخدم الفريضة الله عز وجل ما شرع السنن على لسان النبي عليه الصلاة والسلام إلا لأنه تخدم الفريضة لأن الفريضة أهم شيء الفريضة أهم شيء و الفريضة لا بد الإنسان يؤديها كاملة و ما يمكن لأحد أن يؤديها كاملة فلما نصل للسنن السنن هذه ترقع الخلل اللي حاصل في الفريضة تجبر الكسر تسد الخلل يعني تكمل تقوي خادي من الفريضة زد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليها و كان يحث عليها و يواضب عليها صلى الله عليه و عليه وسلم و أيضا تخبر ابنك بأن الصلاة الفريضة ما يعني تكتمل الإكتمال الكامل إلا بهذه السنن أرأيت الآن لو أن إنسان بيت بنى بيت و ما عمل له يعني يسمونه ألياسة أو بلاستر و لا صبغة و لا شيء يقدر يسكن فيه ما يسكن فيه كذلك الصلاة الصلاة لها أركان لها شروط لها واجبات و لها سنن و مستحبات و آداب هذه السنن استحبين لتجمل الصلاة هذه السنن هي التي تجعل الصلاة رائعة و جميلة بهذا الأسلوب أعتقد بإذن الله ابنك يعني سيحافظ على هذه الصلاة محمد من ليبي يقول بسبب وضع كورونا تقام الصلاة بعد الأذان مباشرة و لا يوجد فرصة لصلاة السنن الرواتب والسنن القبلية و عندما سألنا القيم على المسجد قال إنها توجيهات هل ما قاموا به صحيح الجواب نعم يا محمد بارك الله فيك هذه التوجيهات الآن دول العالم الإسلامي كلها بعد أخذ التقارير الطبية و التوجيهات و الأشياءات الصحية رأوا بأن إطالة أمد الاجتماع في المسجد قد يضرب المصلين و ينقل الفيروس و لذلك قالوا خمس دقائق بعد الأذان ممكن الإنسان إذا بكر للمسجد استطيع أن يصلي السنة القبلية و ينصرفون بعد ذلك التزام هذه التوجيهات فيه مصالح دينية و شرعية و فيه مصالح دنيوية بارك الله فيك و لا ينبغي مخالفة مثل هذه التوجيهات و الحمد لله اللي فاتت السنة في المسجد يصليها في البيت و اللي فاتت السنة القبلية في المسجد يقضيها بعد النبي عليه الصلاة و السلام سنة البعدية في صلاة الضر كان يقضيها بعد العصر لما كانت تأتيه الوفود بعد العصر فدل هذا على أن الأمر واسع يا محمد بارك الله فيك و رضي عنك انتهى وقت البرنامج جاءك الأسئلة كثيرة من تحت أذكر بالإسم تذكرون الإسم أو الكنية البلد اختصار السؤال و سؤال واحد بارك الله فيكم موعدي معكم و غدا بحول الله و قوته السلام عليكم و رحمة الله